شب عرس مولانا جلال الدين اعتبر يوم الوفاة الوصال للحق وليلة العرس كما هو معروف أن مولانا توفي في السابع عشر من كانون الأول ديسمبر لعام 1273 للميلاد عام 672 للهجرة لقد تقبل مولانا الوفاة كيوم الوصال مع الحبيب يبدأ شب عرس بالتضحيات ويستمر حتى الموت ويكتمل مع الانتقال إلى العالم الآخر يقول مولانا لا تبحث عن قبرنا في الأرض بعد وفاتنا بل هو في أفئدة الناس العارفين ولو ظهر هناك موت فهناك ولادة وينادي ربه قائلا الموت شيء حلو مثل السكر الموت أحلى من الحياة الحلوة لو كنت أنت قابض الروح وهكذا أكسب بعدا آخرا للموت في الواقع هناك موتان الأول الموت المعنوي بقتل النفس الأنانية أي الفناء في الله بموجب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم موتوا قبل أن تموتوا ويمكن أن نسمي هذا الموت بالوصلة الأولى والثاني هو الموت المادي وهو ما يسمى بشب عرس هي اللحظة التي تتحرر الروح فيها من قفص الجسد وترجع إلى أصلها وتصل القطرة إلى البحر والروح إلى المحيط وتسمى هذه اللحظة بليلة الوصال يقول مولانا الكل تحدث عن الفراق وأما أنا فأتحدث عن الوصال يمكن شرح مفهوم الموت والوصال له تحت نور آية كريمة من القرآن الكريم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون اشتركوا في القناة